أحمد عبدالقادر عنده أزمة ما أزمة ما مع مارسل كولر في الوقت الحالي وقبل ما مارسل كولر يعلن قائمة النادي الأهل لمباراة سانداونز قلت لكم أنه يبدو أن أحمد عبدالقادر خرج من حسابات مارسل كولر في الفترة القادمة وبعدها استبعده من قائمة مباراة سانداونز الموضوع بياخد منحنة أنه العلاقة بتنتهي تقريباً ما بين الراجل وعبدالقادر هتقول لي يعني إيه العلاقة بتنتهي عبدالقادر مش عاجبه الوضع من الآخر يعني مش عاجبه الوضع خالص والراجل في أن العيب اللي ما بيضايقه أو اللي ما بيعجبوش أو اللي ما بينفس اللي عايزه أو بيحس أنه متضايب يستبعده تمام زي ما عمل مع عيمان أشرف السنة اللي فات الأمور الواضحة يعني عبدالقادر متمسك بالرحيل عايز يمشي في يناير ونادي الأهلي ما منعش ده وطلب منه عرض خليجي وأنه يخرج على سبيل الأعرى هو شايف أنه لا خلاص يعني لو أنا ما عنديش مكان ما أمشي خالص وحسافر الخليج مش هروح في مصر وهمشي من خلال النادي الأهلي وقال أنا عايز أمشي بهدوء ومش عايز أعمل أي مشكلة وفي أحد كباتن النادي الأهلي قعد مع عبدالقادر وقال له أزبر شوية أزبر ولما نرجع من جنوب أفراقيا ببارات سنداونز هحاول أخليك تقعد مع مرس الكورر ونهدي الموضوع أحمد عبدالقادر قال له لا الموضوع شكله مقفول وانتوا عارفين مرس الكورر يعني لما بيقفل من آخر بحاول أشرح لك اللي بينك وصين يعني بيقفل من حد ما خلاص الموضوع انتهى فأنا هروح أخذ فرصة في مكان آخر دون أن أثير أي مشاكل أو آزمات في النادي الأهلي وكيل اللاعب طلب جلسة مع كابتن خالد بي ومدير الكورة بالنادي الأهلي بعد مباراة العودة مع سنداونزوم الأربعاء القادم عشان ينهي الأزمة سواء بالبقاء في النادي الأهلي لو الأمور تحلت مع المدير الفني أو أنه يبدأ يبحث له عن عروض خارجية عشان يرحل في يناير القادم دي حكاية أحمد عبدالقادر وفيها تفاصيل كثيرة أخرى هنقولها في وقتها بس ده الوضع الحالي ده الوضع الحالي طيب ده فيما يخص أحمد عبدالقادر